السؤال الأول جاء باللغة الإنجليزية يقول السائل يسأل عن مدى مشروعية وجود المرأة الحائد في قاعة الصلاة هل يسمح للحائد بدخول قاعة الصلاة أم لا الجواب عن هذا يا رعاك الله أن هذه المسألة من قضايا الخلاف بين أهل العلم وقد اختار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ما قال به المزني صاحب الشافعي وداود وابن حز من الترخيص للحائد في دخول المسجد والجلوس فيه لسماع المحاضرات وتلق العلم مع التحوط والتحفظ لطهارة المسجد جاء في قرار المجمع منصه يرخص للحائد في دخول المسجد والجلوس فيه لسماع المحاضرات وتلق العلم مع التحوط والتحفظ لطهارة المسجد عملا برواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وبه قال المزني صاحب الشافعي وداود وابن حز لكن ينبغي توفير قاعة تكون ملحقة بالمساجد ومخصصة لأصحاب الأعذار الشرعية خروجا من الخلاف دايما يستحب دعوة المكلف إلى العمل بالأحوط خروجا من الخلاف فينبغي للقائمين على المساجد وعلى عمارتها توفير قاعة تكون ملحقة بالمساجد ومخصصة لأصحاب الأعذار الشرعية خروجا من الخلاف ترجمة نانسي قنقر